إذا الفقرة تعيش بي وعيش صحي اللي يجيكم كل يوم خميس مع بسمة غرفة دكتورة سيدة العنية صباح الخير بسمة مرحبا بك معنا صحر رمضانك صحر رمضانك صحر رمضانك وإن شاء الله تكوني بخير وصباح الخير لكل المشاهدين الشرق مرنيين إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وإن شاء الله رمضانكم مقبول إذن بسمة الحديث اليوم عن أهم البدائل الطبيعية اللي راح تخلينا نصومه رمضان صحي وقبل ما نبدأ هذا الموضوع كنا أمس استقبلنا أخي صائف تغذية أعطانا بعض النقصائح فيما يخص شهر رمضان الكريم قال لنا يعني باش نعرف وإذا أصمنا بطريقة صحية يجب يعني أنه نوزنا وروحنا قبل شهر رمضان وبعد شهر رمضان إذا زدنا ما أصمنا بطريقة صحية لكن إذا نقص الوزن تعنا يعني أصمنا رمضان الصحي وهذا الصيام كان مفيد جدا للجسم تعنا وهذا ما سنقف عليها اليوم معك بس ما جتنا بأهم البدائل الطبيعية اللي سنخلينا نصومه رمضان بطريقة صحية نعم فريل وش قادة تحكي سيولوجيك نعرف أنه رمضان يعني يفيدنا يفيد الأجسام تعنا لكن نشوفه بعض الأشخاص يكونوا دايما يعني يوم الخمول التعب الإرهاق في شهر رمضان وهذا قادر راجع مثلا لنقص أهم العناصر الغذائية اللي نتحقها في رمضان ولا قادره يعني يتبعوا عادات خاطئة رح نشوفه اليوم أهم النصائح لنقدروا نمدها لهذه الأشخاص باش يصوموا بصحة جيدة وبنية سليمة وخاصة صحة نفسية متوازنة وهادئة باش يقدروا يستمتعوا يعني برمضان إذن ما هي أهم والأولى الخطوات من أجل صيام رمضان الصحي نعم فريات يعني كاي الناس اللي تنقصهم عناصر الغذائية يعني اللي لازم تكون في رمضان من أهم الفيتامينات والمعادل اللي نسحقها في شهر رمضان نشوفه أنه البوتاسيوم البوتاسيوم اللي حكينا عليها قدام المرة في الأعداد اللي فاتوا أنه البوتاسيوم مهم جدا في الخلايا يعني يوجد في الخلايا وهو اللي يعمل يعني يحافظ على رطوبة الجسم هاد البوتاسيوم يعني نسحقوه في الاحتياجات اليومية تقريبا 4700 ميلي جرام يوميا نشوفه هاد البوتاسيوم نقدرو نلقاه في البرتقال نقدرو الوقتها يعني تشينا البطاطا الموز خاصة الموز أنا الموز نحبب أنه نصحر به لك البسكوغانية بالبوتاسيوم والمانيديون يعني خلينا ما نعطشوش نهار كامل ومنجعوش أيضا ومنجعوش وأنتو يعطينا الطاقة يعني صحيح معروف عن الموز أنه يقدم الطاقة ويقال أيضا عن الموز أنه بمثابة ضمادات للمعدة نعم فريات وثاني نقوم في اللحوم الحمراء والبقوليات والحليب نشوفه فيتامين آخر اللي هو فيتامين أ نعرفه أنه فيتامين أ هو من أهم مضادات الأكثدة شفناه يعني اللابو اللي هو مضاد للشيخوخة نعرفه أنه هو ثاني يمنع ظهور الشوارد الحرة اللي شفناها ويمد الجسم بالطاقة يعني يزيد في معدل الأيث وين صيبوه؟ هذا الفيتامين أ يعني مصادره نلقوه مثلا في زيت الزيتون الزيتون، المكسرات، السبانخ، وتاني الطماطم الفيتامين أ نحتاجه يعني الاحتياجات اليومية تعنا حوالي 15 ميلي جرام يوميا يعني نقدره ننواسه صلاتة طماطم وتكون زيت الزيتون والآن يعني من الشائع استخدام مكسرات في الصلاتة، صحيح؟ ومام رمضان يعني فرصة أنه نشبعه من فيتامين أ بسك ناكله يسر اللوز وجوز مكسرات صحيح بالصهراء بالصهراء الثالث فيتامين اللي هو مهم جدا في شهر رمضان هو الفيتامين D الفيتامين D مهم في شهر رمضان لأنه يؤثر على الصحة الجسدية وأيضا يؤثر على الصحة النفسية هو يخلينا الصحة نفسية هادئة يعني مزاج مليح نكون فيه في رمضان يعني رح يخلينا نبتعد عن العنصبية وهذا التوتر والقلق خاصة فيما يخص المدمنين على التدخين والقهوة خاصة هاد الناس يعني هاد الناس يركزوا على الفيتامين D اللي نلقوها في البيض صفر البيض خاصة الأسماك والحليب نسحقوا يعني كاحتياجات يومية الفيتامين D نحتاجوا ستمائة واحدة دولية يعني كل يوم نقدروا يعني نلقوها فاصل ما في الأكل تعنا اللي يكون غني وين نصيبوها؟ في البيض في الأسماك في الحليب يعني في صفر البيض وأقل الحاجة التعرض الغير مفرد لأشعة الشمس يعني نقدروا نشوفوا لفيتامين D حمام الشمسي نأخذوها ربما مع أصبح أشعة الشمس كون خفيفة تكون بردة لمدة؟ لمدة تقريباً عشر دقائل خمستاش تقيقة يعني ما يكونش إفرات برك الأشعة الشمس ربع فيتامين اللي هو فيتامين بي دوز لفيتامين بي دوز نشوفوه أنه يدخل في يعني في السيالة العصبية تعنا يمد الجسم بالطاقة اللي يحتاجها ونشوفوه أنه مهم جداً ما من الناس اللي عندهم لانيمي لفيتامين بي دوز ونعرفوه أنه هاد لفيتامين بي دوز يخلينا نستحفظوا بهذاك المزاج الجيد يعني الهادئ طوال نهار الصوم هاد لفيتامين بي دوز يعني نلقوه في الكبد نلقوه في الحليب اللحوم والبيض أخيراً نشوفو أنه الحديد الحديد مهم جداً للناس اللي عندهم خمول ولا إرهاق ولا يعني تعب مزمن هاد خاصة في شهر رمضان الحديد مهم جداً نلقوه في المصادر الحيوانية كما مثلاً خاصة كبد الدجاج اللحوم بأنواحها يعني للبيض نشوفوه هنا في المصادر النباتية كما البقوليات خاصة العدس السبانخ نشوفوها تانية مهم نقدرون نتحصلوا عليه مهم في المكسرات نشوفوه الإحتياجات اليومية عند النساء 18 ميلي جرام في النهار عند الرجال 8 ميلي جرام وعند الحوامل 27 ميلي جرام من الحديد؟ من الحديد من الحديد أقول إذن علش النساء يحتاجوا هاد يعني الكمية مضعفة يعني الاحتياجات مضعفة بالنسبة للرجال وعلش بسمها؟ نعم نعرف أنه المرأة في ريال تخسر يعني في الدورة الشهرية كل مرة دم يعني بالتالي هي يعني الأكثر عرضة أنه ينقصها لفيتامين يعني الحديد الحديد في الجسم التاحة معدن الحديد ينقصها في الجسم التاحة يعني لهذا يعني احتياجات تكون أكبر احتياجات تكون أكبر مقارنة مع الرجال إذن قوليني بسمها هل هذه البداء الطبيعي كافية من أجل سد هذه الاحتياجات من مختلف الفيتامينات على غير الحديد خاصة؟ نعم في ريال كي تعود أكل متوازن يعني نتخلصوا من العداد السيئة يعني نستبدلوها بعادات صحية يعني أكل صحي متوازن يعني فيها الفيتامينات والمعادن هذه المهمة جدا يعني لرمضان وبالتالي يعني تكون هذه البدائل يعني تكفينا بلما نروحوا للمكملات الغذائية كي الناس أخرى بالطبع لأنه عندها نقص مثلا حاد في هذه الفيتامينات والمعادن هادهم يعني يشوفوا استشارة طبية يروحوا للمكملات الغذائية هنا نحكيه على الأشخاص يعني العاديين العاديين يعني اللي عندهم تعب وخمول يعني ممكن أنه الأكل تاحم غير صحي وغير مشبع بهذه الفيتامينات والمعادن إذن حبسنا عند الحديد وين وصلنا الآن؟ نروحوا لنصيحة الثانية في ريال النصيحة الثانية اللي هي نحاولوا نركزوا على رفع المناعة على الأجسام تاعنا خلال شهر رمضان؟ خلال خاصة شهر رمضان هاد أثبت الدراسات أنه الصيام لمدة 30 يوم رح ينقص من أمراض والتهابات فيروسية وبكتيرية يعني العديد من الأمراض هذه على شرط أنه الأكل تاعنا يكون صحي ويكون ناقص من السعرات الحرارية هذا يؤدي يعني ويكون الأكل تاعنا يعني متباعد يعني بالفترات متباعدة هذا وعليش ننصحه يعني الصائم أنه يقسم الوجبة تاعه إلى وجبتين صغيرتين هكا يكلهم يعني يكون الوجبة صحية طبعا غنية بالفيتامينات والمعادن ويكون أقل سعرات حرارية يعني باش نتفدى وكارمون الالتهابات ونزيدوا في مناعة الأجسام بتاعنا و لهذا نقدرون كبداء الطبيعية نقدرون نمدوا شاي المرمارية كنا تحدثنا عليه سابقا شاي المرمارية حظر اليوم معنا لفائدته الكبيرة يعني هو غني بالحديد الكالسيوم، الفيتامين دي، البوتاسيوم يعني إضافة مم للمانيزيوم والزنك نشوفوا أنه غني بالفيتامينات والمعادن بالفيتامينات يعني احنا في العدد نصف صهراء نطيبولتين نشربولتين لكن توجهتنا دائما يكون نحو الشاي الأخضر الشاي الأخضر نقدرون نصف تلعب بشاي اللي تحدثت عنه نشربوا مم الشاي الأخضر وبعد نقدروا في بلاست يعني بشن السوائل نقدروا نديروا انتزام تاعة مرمارية هذا الانتزام تاعة مرمارية تعالج الحساسية تقوي المناعة تاعة الجسم تاعنا يعني أوتوماتيك ما تعالج الحساسية مضاد للأكسدة ويحارب الشوارد الحرة يعني إضافة إلى أنه يمنع ارتفاع ضغط الدم ويعدل السكر في الدم لكن لي من نصحوا هذا كأن ربما نساء الحوامل المرضعات أصحاب الأمراض المزمنة يشربوه مكاش خاطر؟ أصحاب الأمراض المزمنة يقدروا يشربوه المرمارية بالعكس أنها تفيد الأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري لكن الحوامل أيفيتي يعني الحوامل المنحكي وشاليهم لازمهم فقرة وحدهم خاصة للناس الحوامل كنصيحة الثالثة نروح للرياضة رياضة من مستحسن أنه نديروا رياضة قبل الإفطار يعني بساعة هذه المدة صغيرة يعني مش مدة كبيرة يعني تختلف يعني الرياضة على حسب كين إنسان لملف يدير الرياضة وكين الناس ليمشي ملف تدير الرياضة من المستحسن أنه تكون رياضة الماشي وركوب الدراجة يعني هو اللي نقدروا نديرهم قبل الإفطار لكن الشرط أنه لازم نفضوا الرياضة تعناق قبل على الأكثر 15 دقيقة من الإفطار لماذا؟ هكا باش نرجعوا السوائل اللي خسرناها والأملاح المعدنية اللي خسرناها وقت الإفطار ما يكونش عنا إرهاق كبير يعني وإجهاد كبير إذن رياضة خلال شهر رمضان عندها الكثير من الفوائد يعني كين بزاف يتفادوها يقول لك باش ما نعطشوش باش ما نجوعوش باش ما نهضرش هذه الطاقة لقعدت لي لكن عكس ذلك هي مفيدة نعم في الرياضة نتفادوها مثلا كين نديروا الرياضة صباحا ولا وعسرا لكن الرياضة قبل الإفطار يعني بساعة ولا نص ساعة هذا يفيدنا كثير يعني رح يزيد في الظورة الدموية تعنا ورح يمد الجسم تعنا طاقة ورح مام الإفطار يكون نفطره بطريقة يعني رح تتحلى بيتي تعنا صحيح وكان أيضا بعض الدراسات اللي يقول لك أنه الدراسة الرياضة على معدة فارغة أيضا عندها الكثير من الفوائد بسمه نعم في الرياضة لأنه السكر يكون منخفض جدا يعني قبل الإفطار يكون هنا الجسم تعنا خاصة اللي يحبوا ينقصوا في الوزن يحبوا ينقصوا الوزن يعني ينفوا بخاتي كل صباح قبل الإفطار وعلاش لأنه السكر يكون منخفض يكون نحنا الجسم يروح يحرق الدهون يخذونا في العضاء تعنا بالتالي رح نستفادوا أكثر بالتالي رح ينقصوا بازمتنا بسرعة الحمد لله النساء نكونوا مجندين في المطبخ ونقوموا بالكثير من الرياضة رياضة طبيعية منها دزني منها صحيحة بسمها هذا نشاط بدني وخاصة أن الرياضة يعني ننصحوا بني رياضة المشي يعني قادرين نمشوا في الحمدينة شاكش نروحوا منها منها حطي رحي له الغرفة طعام عادي ولي حطي إذن نخلاص هنا رحنا ننصوموا صيام صحي نديروا رياضة طبيعية نديروا رياضة طبيعية أما بعد الإفطار يعني الرياضة حتى بعد الإفطار استسمحوا كي عندنا رياضة أخرى بعد الإفطار هي نغسلوا معنا هذا يعتبر نشاط بدني وقفنا عند كثير من دراسات من خلال هذا البرنامج اللي قالت أنه النساء اللي يقوموا بالأشغال المنزلية أقلوا عرضة لنوابات القلبية يعني الأشغال المنزلية مفيدة لصحة القلب ما يعودش رياضة أكيد ونصحوا بها أيضا الرجال باش هما أيضا تتعب قبل الفطور نقدروا يديروا رياضة بعد ثلاث ساعات من الإفطار رياضة هنا رح نستخلصوا هذه الطاقة بتاع الأكل ونحطوها نشحنوها في الأعضاء تاعنا ونتخلص أيضا من بعض السعيرات الحرارية اللي ربما كانت زيدة نعم في الرياضة لكلنا حلو ولكلنا بزاف رح نتخلصوا من هذه ونحركوا الدورة الدموية رح نزيدوا في معدل الأيض ممكن نكلوا مثلا حاجة شوية سكر ما نقولوش سكريات تقيلة رح نتخلصوا منها بطريقة سهلة يعني رح يكون حرق للدهون أسرع صحيح وحنا عادنا مثل شعبي يقول تغدى العكس تغدى وتمشى وتعشى وتمدى لكن ينصح بي المشي بعد طعام مباشرة باش تحبطنا هذه المكلة ونخدموا أيضا الجهاز الهدمي زيادة إلى انو نحركوا الدورة الدموية باش الدم يروح يعني للجهاز الهدمي وجهاز الهدمي يخدم يعني بطريقة أنشط يعني حاجة أخرى اللي هو ننصحوا انو وقت لنديروا الرياضة ولا بعد الرياضة مباشرة الجنسينج الجنسينج نتناولوه يعني نص مرعقة في كأس ما نتناولوه الجنسينج رح يمدنا طاقة رح يساعد الجسم تعنا على الحرق بسرعة وراح يمدنا طاقة لأنو مما نديروا الرياضة مشنا رح نحسوا بهذاك الإرهاق والفشل والتعب بعد الرياضة يعني جنسينج جنسينج بعد الإفطار نوصه في كاستعلمة بعد الرياضة بعد الرياضة في كاستعلمة كاستعلمة نحطوه فيه نصف ملعقة تعجنسينج ونشربوه رح يفيدنا في يعني أنو يخلينا الجسم تعنا يمدنا طاقة وينشط يعني وما نحسوش بهذاك الإرهاق ما بعد الرياضة وهذا القاعدة يعني حتى في باقي الأيام نقدروا يعني نتقيدوا بيها نعم نستعملوها يعني الجنسينج مما في الإفطار نقدروا نستخدموا هذه الجنسينج ما عندوش مضاعفات لا ما عندوش نصف ملعقة بالعكس أثر جنيبية عقول مدنا أثر إيجابية على الجسم تعنا أحمد الأثر يعني الجانبية نهربوا عليها في عيش بيوعيش صحي نحاولوا أنه نجيبوا يعني بدائل لي ما تدرش صحة الناس والمشاهدين اللي رام يشوفوا فينا لهذا نعرفوا أنه تاني الجسم يخسر سوائل كبيرة في شهر رمضان لهذا لازمنا نعوضوا هاد السوائل بشرب الماء وليما كي الناس يسر ما تحبش تشرب الماء في الرياضة صحيح كي الطعم تعلمه يغيلفهم شوية لهذا نقدروا نقول لهم أنه يقدروا ينوعهم المشروبات قدر يديروا مثلا ديتيزان خاصة الكركدية الكركدية مهمة جدا في شهر رمضان لأنها تحافظ على رطوبة الجسم تخلي يعني تفادوا هذك الجفاف مهم الجفاف البشرة تعمى الكركدية تنا مضاد للأكسادة غني بالعناصر الغذائية كيفاش نشربه باسمها؟ تيزان حفنة ملعقة كبيرة تع كركدية تغلي في كاس ماء ونشربه في الصحور نقدرون أن نشربوا الكركدية خاصة تحافظ على رطوبة الجسم نعم في الصحور ولا قبل الصحور رح نحس وما ما تحسش بهذاك العطش في اليوم في النهار يعني والحمد لله يعني هذي الأيام الأولى من شهر رمضان وهذي الأسبوع اللي راح ينتهي يعني كانت الأيام خفيفة خاصة لأنه البابونج يعمل يهدأ على الأعصاب وتاني يهدأ المعيدة دونك الناس اللي تعاني من عصر الهضم دو بخي فرانس يديروا يعني انتزان تعبابونج تفاصيل أخرى أيضا باسمها فيما يخص البدائل نعم في ريال الناس اللي حابة تنقص في الوزن يعني هذا نقطة مهمة جدا أهم جدا نعرفوا أنه الصيام رح يزيد في معدل الحرق للجس وهذه فرصة ذهبية أنه الناس بتتنقص في الوزن لكن شرط أنه يكون يعني نتجنبوا درجة الأكل لدرجة التخمة يعني ناكلوا لحد الشبع نشبعوا مش ما نشبعوش مش ناكلوا حتى يكون عنا أعراض أخرى اللي مش يملاحة اللي هي عصر الهضم ولا دينوزي ولا الارتجاع المعيدي يعني هذا تاني رح يتسبب في اتساع المعيدة نحاولوا أنه يعني نوالفوا للمعيدة تعنا أنه ناكلوا بطريقة منتظمة كميات صغيرة نحن نركز بوكو بلوس على يعني النقص في سعرات الحرارية نقص على أنه الوجبة تعني تكون غانية بسعرات بالفيتامينات والمعادة يعني العناصر الغذائية الغذائية أنا كنت منذ سنوات قرية وحدة المقولة يعني قعدت لي في راسي وتعودت لي باستمرار خلال شهر رمضان هي تخمة الغني انتقام الفقير يعني قعدت لي في راسي في كل مرة نتبكرها يعني نعم اللي نمكن نتجنبه هذ التخمة اللي تعمل على الإمساك تخلي يعني عسر الهضم تاني انتفاخ المعيدة وخاصة اتساع المعيدة يعني رح يكون اتساع تدريجي للمعيدة ونهنا يكون المعيدة رح تطلب كل ثلاث ساعات لأكل دونك بيش نتجنبه هذ الواحد نقصه هذ يعني التخمة نقصه من السعارات الحرارية الحرارية دونك إذا في ساعة بسماء نكمل فقط باقي البدائل احنا في عيش بي وعيش صحي مستحيل يكفينا الوقت نظرا للمعلومات القيمة اللي تجيبه منا دائما بسماء نعم في رياس نشوفوا انه الفطور الفطور تاعنا دو بخيفرانس يكون كما قلنا صحي نبدو الفطور تاعنا بكمية صغيرة من الماء كنقولوا كمية صغيرة يعني نصف كاس الى كاس من الماء يكون دافي بش نهيقول للمعيدة تاعنا الاستقبال الاكل اللي هي والمعيدة تاعنا تكون فارغة لمدة اكتر من 14 ساعة نهيقول لأجسام تاعنا حاجة نقطة اخرى انه التمر في الناس يعني تقول لك التمر فيه عناصر غذائية يعني غنيب العناصر الغذائية نعم غنيب العناصر الغذائية يعني من نصرنا ان نكسروا الصيام تاعنا بالتمر معليش نكلوا التمر لكن نكلوه بكميات معقولة يعني طمرة واحدة تكفي انه بش نكسروا صيامنا نكسروا صيامنا وتعطينا طاقة يعني نخليوا السعرات الحرارية اللي نكلوهم يعني الإفراد في الطمر اللي ناكلوه ونعوضوه في الغذاء الطبق الرئيسي ولا في المشروبات اللي رح نتناولوها ثاني حاجة واحدة أخرى نركزوا على شربة الخضار نعرفوا أنه نحن نحتاجوا سوائل أكثر دونك في الفطور من الضروري أنه نركزوا على شربة الخضار ولا شربة الفريك ولا مام الحريرة لكن تكون الدهون تحتها نسبة الدهون تحتها تكون فيها قليلة ونركزوا عليها خلال الإفطار بسمك خلال الإفطار رح تمدنا سوائل ورح تعززنا بالعناصر الغذائية يعني قلنا شرط أنه تكون نقصة دهون يعني كي الناس يعني كتروا الدهون هذا خطأ إضافة أنه يعني المشروبات تكون مشروبات طبيعية مثلا العصائر الفواكه اللي تكون من زوعة السكر بتكون شفاها يعني سكريات وطبق السلطة دي لازم يكون في الفطور تعنا أنه طبق السلطة يكون غني بالألوان الغذائية دونك مضادات الأكسيدة كم الحضرين فيها دونك النقص في شوارد الحرة يؤدي إلى زيادة في المناعة تعنا ومعنطن رح ينقصنا يعني لهذاك الشعور بالعطش نزيد واحدة واحدة أخرى الصحور الصحور من المستحسن أنه نركزه في الصحور على البوتاسيوم والمانيزيون البوتاسيوم لأنه رح يخلينا هذيك الشعور بالعطش يروح في اليوم المولي يروينا يروينا طيلة اليوم والبوتاسيوم يعني نلقوه في الموز الموز يعني حبة موز مهمة جدا في شهر رمضان خاصة في الفطور يعطيك صحة بسم على كل هذه المعلومات القيمة لتقدمها كل يوم خميس خاصة على بلي اليوم ملكية تعبانة لكن وفي دائما لهذا الموعد الأسبوعي شكرا فريال وشكرا كل المشاهدين وإن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله إذن شكرا لك بسم نقول لك صحة في طورك وشكرا لوفائك لفقرة عيش بي وعيش صحي عيشي فريال